موسيقى السلام عليكم النشرة الاقتصادية نقدمها من قناة الميادين ونستهلها بالعنوين موسيقى الجولان طواحن الهواء تغذي كهرباء اسرائيل موسيقى موسيقى وفي النشرة هل تنشق بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي موسيقى اهلا بكم اسرائيل تطلق مشروعا ضخما لانتاج الكهرباء بواسطة الرياح في هضبة الجولان السورية المحتلة التفاصيل في تقرير لعلي فقيه التوتر السائد على الحدود مع سوريا لم يمنع اسرائيل من الشروع باقامة حقل توربينات لانتاج الكهرباء بواسطة الرياح شمال هضبة الجولان المحتلة المشروع الذي كشف التلفزيون الاسرائيلي نقاب عنه يمتد على مساحة تزيد على اربعمائة دنوم وسينصب في اطاره واحد واربعون توربينا ضخما ارتفاع الواحد منها مائة وثلاثون مترا بعرض اجنحة يبلغ خمسين مترا الحقل الجديد ينضم الى حقل مشابه في الجولان يحتوي على عشرة توربينات فقط بارتفاع يساوي نصف ارتفاع التوربينات الجديدة الحديث يدور عن انتاج طاقة بديلة ستساعد في المحصلة الاقتصاد الاسرائيلي فالجولان مكان مثالي من ناحية الرياح وكل العناصر الاخرى المشروع الذي تبلغ تكلفته مائة مليون يورو سيكون قادرا على انتاج مائة وعشرين ميجاوات من الكهرباء دون كلفة تذكر ما يخفض فاتورة النفط والغاز الذي تستورده اسرائيل من جهتنا هذا انجاز كبير يقوي نظريتنا التي تعتبر الجولان ثروة استراتيجية ايضا ضمن هذا المفهوم وكما هو معروف فان الرياح تهب هنا دائما وزارة الامن الاسرائيلية التي عارضت طوال الصنين الماضية اقامة المشروع لقربه من الحدود السورية تراجعت عن معارضتها معطية الضوء الاخضر لبدء تنفيذه على امل ان تهب رياح انتاج الطاقة على المنطقة لا رياح الحرب بحسب تعبير التلفزيون الاسرائيلي في الجزائر يبدو ان الحكومة نجحت في استرداد ما قدمته من زيادات الى جميع القطاعات خلال السنوات الاخيرة على شكل ضرائب فقد ارتفعت قيمة ضرائب على الدخل الاجمالي للاجور بنسبة 50% العام الماضي لتبلغ قيمتها نحو 7 مليارات و700 مليون دولار وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية ان الحكومة اقتطعت من اجور الجزائريين ما قيمته 600 مليار دينار على شكل ضرائب وقد ارتفعت قيمتها بنسبة 50% نتيجة ارتفاع الاجور 3 مليارات دولار تكلفة مصفات النفط الجديدة التي تعتزم الجزائر بنائها بطاقة انتاج سنوية تقدر بخمسة ملايين طن من مختلف انواع مشتقات البترول مما سيسمح بانتاج مواد كالبنزين والمزوت وغاز البترول السائل وتعتزم الجزائر زيادة استثماراتها النفطية الى 80 مليار دولار حتى عام 2017 لزيادة موارد الغاز ورفع طاقة التكرير والبتروكيمويات لكون البلاد تحتاج الى استيراد كميات كبيرة من الوقود المكرر كالبنزين وذيت الغاز بفعل ازدياد الطلب الى لبنان حيث يستمر الاضراب المفتوح الذي تنفذ هوات التنسيق النقابية احتجاجا على عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب ما ادى الى استمرار تعطل اعمال الدولة منذ الثلاثاء الماضي اقد نفذ الموظفون العامون اعتصامات في المناطق وتظاهرة مركزية في بيروت امام مبنى عدنان القصار الاقتصاد العربي حيث حمل متظاهرون الهيئات الاقتصادية مسئولية الضغط على الدولة لعدم اقرار السلسلة في سوريا الحقت الاعتداءات على المؤسسة العامة للدواجن خسائر تصل الى 30 مليون دولار ورغم ذلك اعلنت المؤسسة انها تعمل بكامل طاقتها لتتمكن من تأمين سلعتين الفروج والضيض للمواطنين واصابت الاعمال التخريبية اغلب مراكز وفروع المؤسسة حيث بلغت قيمة الاليات المسروقة مليوني دولار في وقت تعرضت فيه منشآت عديدة للتخريب وسرقة الدواجن والاعلاف اقيم في العاصمة الايرانية المعرض الدولي الخامس للذهب والمجوهرات المعرض فتح ابوابه بعد ايام على فرض حزمة جديدة من العقوبات الغربية التي استهدفت حركة الذهب مطلع الشهر الجاري فما هو واقع صناعة الذهب في ايران اليوم؟ سؤال يجيب عنه التقرير التالي معرض للذهب في ايران بعد ايام على حزمة جديدة من العقوبات الغربية استهدفت هذا القطاع طهران كانت قد استبقت العقوبات بحظر تصدير الذهب من دون موافقة بنكها المركزي عقوبات خارجية وصعوبات داخلية تواجهها صناعة الذهب هنا تواجهنا بعض المشاكل تذبذب اسعار سعر صرف العملات الاجنبية وارتفاعها رفع سعر الذهب ما انعكس علينا نأمل من الحكومة دعمنا لنتمكن من خدمة الاقتصاد الوطني خمسة عشر منجم للذهب في ايران تنتج سنويا ما يقدر بطنين ونصف واحتياطي من العمولات الاجنبية والذهب قدره صندوق النقد الدولي باكثر من مئة مليار دولار للعام الماضي احتياطي أسهمت تركيا بزيادته بنسبة كبيرة فالذهب مقابل الغاز معادلة أرستها أنقر وطهران خلال الأشهر الماضية لدينا أساليبنا في الالتفاف على العقوبات نعمل في هذه المرحلة على تطوير صادراتنا لأنها تؤمن فرص العمل داخليا وتساعد في إدخال القطع الأجنبي للبلاد عقوبات على الذهب الأصفر بعد الأسود حولت هذا المعدن النفيس إلى ورقة في المواجهة السياسية بين إيران والغرب معلومات غربية تفيد أن تخفيض القيود على الإجار في الذهب سيكون اقتراحا لمجموعة الست في جولة المباحثات النووية المقبلة في كازاغستان مقابل خطوات إيرانية لإغلاق منشأة فوردو النووية إذا كانت آخر مجموعة من العقوبات على إيران ترمي إلى الحد من واردات الذهب إليها فإن المعنيين هنا بهذه الصناعة يقولون إنهم قادرون على تجاوزها لكنهم يؤكدون أيضا أن عنوان المرحلة المقبلة هو التركيز على صادرات الذهب حازم كلا استهران الميادين روسيا في كوبا لأهداف اقتصادية تجارية رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفداف استهل زيارته هافانا وأعلن تأجير موسكو ثماني طائرات لهافانا بقيمة 650 مليون دولار وإلغاء جزء من ديون كوبا الديون تبلغ قيمتها 30 مليار دولار بحسب وزير الصناعة والتجارة الروسي دانيس منتروف حيث ستطرح موسكو خطة لإعدة جدولة بقية ديون على مدى عشر سنوات وفقا لاتفاق بين الجانبين وسوف تقوم روسيا بتأجير كوبا طائرات بموجب اتفاقية وقعت بين ميدفداف والزعيم الكوبي راول كاسترو أوروبا لن تحقق النمو كما توقعت المفاوضية الأوروبية بسبب خطة تقشف التي رفعت معدلات البطالة وخفضت الإقراض للاستهلاك والبدء بالأعمال بعد أن كانت المفاوضية قد توقعت أن تسجل المنطقة نموا عند واحد بالألف نتوقع أن لا يتعدى النمو الصفر في المئة في الاتحاد الأوروبي ككل والنتج المحلي سينكمش ثلاثة بالألف في منطقة اليورو بريطانيا بين تحديات البقاء في الاتحاد الأوروبي ومخاطر الانشقاق تقويم البريطانيين لإيجابيات وسلبيات الأمر يتفاوت فتداعيات الاقتصادية للخروج من الاتحاد تعد من أبرز تحديات الحكومة لبريطانيا إن قضية الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد تدمر حزب المحافظين هذا ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني الأسبق السير جون ميجور الذي أيد فكرة إجراء استفتاء على عضوية بلاده إلا أنه حذر كاميرو من ردة فعل عنيفة من جانب المشككين في حزبه الذين يرفضون التوجه والتكامل مع أوروبا مشيرا إلى أنهم لن يقبلوا بأقل من الانسحاب من التكتل الأوروبي نحن سبعون مليون شخص في عالم تعداده سبعة مليارات ومع دول مثل الصيني وتركيا الهند روسيا اندونيوسيا والمكسيك هل تريدون أن نكون أقل أهمية في عيونهم أو نواجه المستقبل بصوت الرائد في تجمع يضم خمسمائة مليون شخص إذا خرجنا من الاتحاد الأوروبي هذا يعني أننا نسير عكس التاريخ في المقابل أيد خمسة وخمسون من كبار الرئيس الماليين في المملكة المتحدة فكرة الخروج من الاتحاد بسبب بيروقراتية الاتحاد الأوروبي وفي مقدمة هؤلاء بي أنكيو كينج ومجموعة المناجم إكسترات وديكسون للأدوات الكهربائية وشركة رولز رويس أن الخروج من الاتحاد يشكل تهديدا لمصالحنا الاقتصادية وللمستثمرين الأجانب في بريطانيا مثل شركات بيام دابليو هوندا نيسان والتهديد يشمل أيضا القطاعات الانتاجية الأخرى لابد من إعادة مناقشة مستقبل الاتحاد الأوروبي برحابة صدر وتفاهم بين مختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي وقد أبدى البريطانيون في استطلاع عن الرأي أن 40% من الأشخاص سيصوتون للخروج وأن 37% سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي وكان كاميرون قد وعد بإجراء استفتاء نهاية 2017 يمنح الشعب البريطاني خيار البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا فاز حزبه في الانتخابات المقبلة لا شك أن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعض الآثار الإيجابية من حيث تخفيف حدة المنافسة الضخمة والمخيفة للشركات الأوروبية على رجال الأعمال البريطانيين لكن حجم الصادرات البريطانية إلى القارة الأوروبية التي تصل إلى 70% والعمق الاستراتيجي لبريطانيا في أوروبا تفرض على البريطانيين أن يعيدوا حسابات في الاستفتاء المقبل موسى السرور لندن الميادين ختم النشراء للمزيد زروا موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت وصفحتنا على فيسبوك وتويتر نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى